أنا عارف أن حضراتكم مستنين النجمة أبا المهر لأكون معنا بعد قليل ممكن أقول لحضراتكم في لحظة دلوقتي بعد اللي شفتوا على مواقع التوصل الاجتماعي من بعد من الصبح وقلنا إن شاء الله تبع معنا في مداخلة هاتفية أقول لكم مفيش مداخلة لغناها مش أنتوا قاعدين بتقولوا ليه بس صوت طيب زعلتوا لو لغينا المداخلة يعني فيه قيمة للمداخلة أنتوا تسمعوا منها وتتكلم مع حضراتكم أعتقد ده موجود طب ليه مش هماها قدر الصدفتاش ليه؟ يعني تفتكلم أنا ما قلت لهش لسه خرجا من كورونا زي ما قالت الناس لما شافت الفيديو مبارح بعض المشاككين مش هقول المحبين المحبين رحبوا ممكن عندهم بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة وده شيء طبيعي وهيفضل مستمر إنما بعض المشاككين بقى أخد عندك بقى بقى كلهم خبراء في لغة الجسد وبقى كلهم لا ده دبلير دي مش أمل ماهر واتلاقي منهم اللي يقولك إيه دي ده تحت الدحديد لا ده الفيديو ده قديم لا ده الفيديو على رأي حد كان كاتب في الغالب الناس دي اللي هم اللي عينة دي محدش فيهم هيهمد حتى ولو أمل ماهر بنفسها عدت على بيت كل واحد فيهم وخبطت عليهم وقالت لهم أنا ويا جماعة كويسة والحمد لله فخلونا نسمع من أمل ماهر النهاردة إن شاء الله بعد قليل هتكون معانا عشان تطمئن حضراتكم عليها وتقولوك كمان معادة الحفلة إمتى إن شاء الله والحفلة هي اللي هتطلع فيها مش زي اللي قالك برضو في الفيديو ده دبلير لا هي اللي هتطلع فيها إن شاء الله وهي اللي معانا في المدخلة برضي أي وهخليها تغني حتى لو عندها كحة وشوية رشح ترجمة نانسي قنقر